أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مشا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت رميزهم وفلا يشكرون سبحان الذي قلق الأزواج كلها مما يتنبك الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهر فإذا هم مغلمون والشنس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ونازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذلك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله لا يركبون وإن شأن غلقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنسقوا مما رزقتهم الله قال والذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنتعنوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحتهم واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرتعون ونفق في الصغر فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت لله صيحة واحدة فإلا هم جميع لدينا محضرون قال يوم لا ترهم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغء فاكهون هم أزواجهم في غلال على الأوائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عجبا مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ونخذ أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفلون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون ولو نشاء لطرسنا على أعينهم فاستفقوا السرط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسطناهم على مكانتهم فما استطاعوا بيهم ولا يرتعون ومن نعمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنهما إلا ذكر وقرآن مبين ليرذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وغللناها لهم فمنها وكوهم ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم تنذو حضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نكفة فيه هو قصير مبين وضرم لنا مثلا ونسي قلقه قال من يحيي العظام وين يرمين قل يحييها الذي أنشىها أول مرة وهو بكل قلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقلر نارا فإذا أنتم منه توقيون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فصبحا للذين لديه ولكوت كل شيء وإليه ترجعون